السلام عليكم. معكم حمد الكويفيد. يوم بهذا الفيديو سأحكي لك من الصفر الى الاحتراف بفيديو واحد كيف تبدأ بالدجيتال ماركتنج. ما هو اصلا دجيتال ماركتنج. وكيف الناس بتجيب النتائج ايجابية بالدجيتال ماركتنج. فهذا الفيديو كان اصلا موجود عمضان وقعية خاصة من البداية. ولكن لاحظت ان اكتر من 150 انسان بعد ما شاهدوا الفيديو حظوا تعليقات خمس انجوم ايجابية كتقييم لهذا الفيديو. فحبيت نزلكم ببلاش على اليوتيوب. فأنتبه التوفيق والن رجاء الجميع. شوف الفيديو. السلام عليكم. نتيجة هذا الكورس ستكون قاضي على فهم دجيتال ماركتنج بشكل كامل وبدأ بالتطبيق حتى تطور مهاراتك. تفتح بباب فرص عمل اكثر. تطور مشروعك الخاص او تبدأ بمشروعك الخاص بالدجيتال ماركتنج. او تساعد اصحاب البزنس في تطوير مشاريعهم وذلك عن طريق انك تقدم خدمات الديجيتال ماركتنج. تفهم الديجيتال ماركتنج وتساعد الناس بالتطبيق. هذا شي اسمه بزنس الخدمات. انه انا اتعلم خدم وقدمها للناس يلي ما بيعرفوا يعملوها او ما عنده الوقت يعملوها او ما بده ان يعملوها. بس بحتاجوها. هذا شي اسمه بزنس التقديم الخدمات. انا عندي كورس عن هذا الموضوع ببلاش. فيك تشوفه في الرابط تحت هذا الفيديو. كويفي توت كوم سلاش كورس. تقييمات الكورس ايجابية بتحكي عن حالها. فاذاك شوف الكورس حتى تعرف كيف تعمل بزنس يجيب لك مصاري من ولا شي. هذا في الكورس اليوم انه يكون هاي الكورس المجاني افضل من الكورسات مدفوعة بمجال الديجيتال مار حتى لا يموت العلم لما انا موت ويظل صدقة جارية. انا اكثر فقتك وحبك واحترامك بسبب معلومات اللي عندي. وبنفس وقت ابني جمهور حتى يشتغلوا معي بالسيستيم يلي عندي الخدمات يلي عندي. انا عندي خدمة بحكي عنا لاحقا يلي هي السيستيم. ليش مجاني؟ انا قررت انه ما عاد بيع العلم. انا كتير كان عندي طلاب بالكورسات المختلفة اللي عندي. احنا بعين الاف الكورسات. نفسي يعني هي معلومات مسجلة. نحن كنا نبيعها بمصاري. هلأ اما عاد تدي بيعها حتى يكون على المتاح للجميع بالمجان كي تنتشر فايلة لأكبر عدم ممكن من الناس. اوكي؟ تواصل معنا في حال انت عندك بيزنس خدمات بدك تطوره فين يساعدك. واذا بدك تعمل انت سيستيم وكال ديجدار ماركينج جازي خلال الاربع اسابيع نحن نسوي لك ديجدار ماركينج اجنسي كمان تواصل معنا. كل الروابط هتكون تحت هذا الفيديو بالوصف. اما الان خليحكيكم عن طريقة التقديم. خطوات تفصيلية منطقية معلومات مفاهيم مبسطة هتكون مو محكي عنا انا شخصيا عملها جايب اكثر من واحد مليون دولار من بعض الطرق. وعلمك شو انا عملت بالتفصيل حتى تتقلدني. انس خل اللي انا عملته. اوكي؟ وتجارب من خبرتي من 2017 الى الان وكيف انا جيت الاربع مليون دولار من الصفر تماما. مانا محمد الكويفي فيديو قصير من انا او تعريف قصير من انا. اكتم تسميت الف متابع على السوشيال ميديا هاي هون انستجرام هاي هون عندك تيك توك هاي هون عندك على اليوتيوب. عمنا اكثر من اربع مليون دولار جبناهون من التجارة الالكترونية ومن ثم مثلا نعمل تصبيق الالكتروني وتقديم خدمات. وهذا الشي خلاني جميع الخبرة يلي هعمل لك انا ان شاء الله اليوم احلى محاضرة بحاجة عن دجار الماركتينج بسببها. انت قلت من ولا شي كتشتغل شو مكان ننظف اراضي اعمل شو مكان مش هنجيب مصاري انا شخص قدر ياخد مكتب المكاني اللي بديوها يجيب السيارة اللي بديوها. وبنفس الوقت عملت السوفتوير هادي اللي هو دجارسايد دوت اي او. اللي هو عبارة عن موقع اللي بلاء المواقع فوت انت لهون بتعمي موقعك الخاص بكبسة زر ما بتاخد معك وقت كتير. عندي عائلة صغيرة عندي ابن اسمه نوح واسكن انا بين المانيا والامارات لما تكون شايف صوري على انستجرام برد وما برد وغيوم اعرف اني بالمانيا لما تكون شايفني عباخد سيارات حلوة اتسلة اعرف اني بالامارات. اوكي هو ابني نوح. اوكي. وتعاملنا مع اكتر من تستاشر الف عميل من حملة العالم الى الثلاثة الى الان وهي نتائج كتير ناسة تواصلنا معهم وتعاملنا معهم ادش من الساعدين بالخدمة اللي عنا. واغلب وقت من المكتب لان انا بحب اشتغل حتى اوصل الهدفي الكبيره هو مية ومية وثلاثمية مليون. لسه مجبورا بذلك ساعتين تكفي باليوم اذا انت حتعمل بزنس صغير. يجب لك بين الف وعشرة الاف. طيب. لنبدأ الان بالديجيتال ماركتينج. ما هو هو يسمى بعربية تسويق الكتروني. طيب. واي نوع من انواع التسويق الذي يحدث انلاين وهو الحاضر والمستقبل للدنيهي. فانت مجبور اليوم اذا بدك تفتح فرص عميل وابواب نجاح قدامك انك تتعلم هاي المهارة. يلي هي مهارة ديجيتال ماركتينج. ولكن هي ليس مجدد انه انا اعمل اعلان ممول. هي ليس مجدد اني انا اعمل حملة اعلانية على جوجل. او اني افتح التك توك اعمل يلا منشور. دفش المنشور ليصل الى متابعين اكثر. لا هذا ليس ديجيتال ماركتينج. هذا اي واحد ممكن يعملو حتى لو ما بيفهم شي بالماركتينج اصلا. فدجيتال ماركتينج هو شو؟ ركز معي. هو فهم كامل للتسويق والاقناع باستغل الانترنت. يعني انتك تفهم اول شي التسويق وتفهم الاخناع الشغلتين يعني. فنبدأ الان بالفهم حتى فهمك شو هو التسويق. ديجيتال ماركتينج نوعين. في عندها شي اسمه يعني بيع مباشر. بده الواحد يعمل حملة اعلانية بهدف مباشر انه بيع. بهدف اني يجيب حجوزات. بهدف اني يجيب ارقام عملاء اسمه وفي هدف ثاني اسمه نشر الوعي بالعلامة التجارية. عندك هدول النوعين. ما في شي اسمه صح وغلط او اي احسن للتنين مناح ولكن كل شي له هدف. لما انت اليوم تكون عندك بجت اعلاني كتير كبير عندك مليون دولار مليونين دولار وبدك تعمل فيهم اعلانات وما بيهمك الربح المباشر اعمل براندينج. اذا انت ما مع غير هلكم الف دولار او عشتالاف دولار بدك مصارع السريع اعمل داريك رسمونس. مثال لما تشوف انت شركة مثل كوكا كولا مثلا او اديداس او نايكي او شركات السيارات الكبيرة ع عامل الاعلان. شو بتقيل لك مثل كوكا كولا. لمت العيلة حلوة على الافطار في رمضان مع كوكا كولا. شرابوا مبسط مع العيلة كوكا كولا. ما بدك تشتري الان. بيعطوك شعور ونحن شو حبابين واو وياي. هاي براند اويرنس. هدفون انك انت لاحقا لما بدك تشتري شي لتشربوا بتفكر فيهم. هذا هو هدفون. اما هون استجابة السريعة طبعا. الان عاملين عرض مغري. تشتيت 3 قطع واحصل على الرابعة مجانا. اشتري الان. خمسة وعشة دقيقة معك. وهي يخلص على ارض. اربع قطع باقي. تعطيها راحو. هذا اسمه داريك رسبونس. اوكي. تشوفها في هذا الشكل. واجبه المدرشو واجبه الكزا. هذا داريك رسبونس. طيب. ودائما لما تعمل انت تسويق في شي اسمه ماركتينج فانل. او قمعة تسويقي. شو يعني. وليش اسمه هيك. اسمه هيك لانه شكله هيك. هو باختصار عملية حتى انت تنقل الناس الغرباء من مرحلة ما بيعرفوك الى مرحلة بيعرفوك بيتفعول ل المصاعي. فانت دائما عندك الناس الغرباء. هنا اكثر كمية ممكن من الناس. يلي انا عندي شركة اليوم او انا عندي بزنس. اغلبينات العالم بالكرة الارضية ما بيعرفوني. ممكن بيعرفين الف 25000 واحد يممكن البلد كلها بتعرفني ولكنكم الكرة الارضية بالنسبة الي ناس غرباء. فالناس غرباء هي اكبر شي ريحة من الناس. الناس اللي بيعرفوك هي اصغر شوي. الناس اللي بيطقوا فيك هي اقل شوي Vadبall marks per division y per division two art. والزماني اللي في العند is a little greater than upper five than your student half a היא. والذلك الشكلن فنحن دائما هدفنا هون بالتسويق شو انه نحن نجيب اكبر كمية من الناس الغرباء ونخلي عندهم فضول وبالتالي يتعرفوا عليك ونخلي عندهم اهتمام وبالتالي يوثقوا فيك ونخلي ياخذ القرار انه يدفعوا لك ويسيروا زبائنا عندك فعنا هدفين بدى يجدر معا كديم الهدف الاول حتى ننجح نحن نجيب اكبر عدد ممكن من الناس يتعرف علينا يعني نكتر عدد الغرباء ونكتر اكبر كمية من هدول الغرباء ينزلوا تحت يدفعوا لنا مصاري حتى نجيب لحنا مصاري فالهدف هون تعرف اكبر عدد ممكن للناس على خدماتك تحوي من يتعرف عليك الى زبون الشرط الوحيد يلا انت لازم يكون عندك حتى تنجح انك تعرف من هو زبونك تعرف مين هو الشخص يعني انا بدي احكي معه وهذا الشيء بالانجليزي اسمه client avatar او customer persona او client persona او customer avatar فيك تروح عن طريق الرابط موجود تحت هذا الفيديو تعرف كيف تعمل هذا الشيء شوف اختلصاش رديد مثال واقعي من محمد انت اليوم عارت بيع مشط او منتجات للشعر لمحمد الكويفية اللي ما عنده شعر هل تتوقع ان يشتري من عندك حتى لو عندك احسن منتج احسن تسويق يا اخي انا ما ليش جمهور تبعك فلذلك لازم تحدد انت من جمهورك بالعمر بالجنس مكان السكن الحالة الاجتماعية الوضع الاقتصادي المادي طبعا كيف والله انه بزيد معهم بالشهر الف دولار طيب هل الشخص اللي بزيد معه الف دولار بيحكي بنفس الطريقة اللي الشخص مثلا لشخص بيحكي بنفس الطريقة الشخص ما بيزيد معه مصاري او عليه ديون كل شهر مختلف تماما هاد بفكر بالاكل والشرب هاد بفكر وين بدي روح وين بدي اسهر اليوم فرق مختلف كتير شاسع الفرق فلذلك اهدافه ومشاكله ومعاناته تختلف عن هاد فانت منتجك حسب المشكلة اللي بتحلها او الرغبة اللي بتلبيها تختلف فلذلك اعرف مين جمهورك بالبداية اوكي كتوق ورق وقلم وخد عن طريق الرابط الموجود تحت هذا الفيديو بتفهم اكتر مين هو جمهورك طيب عرفنا مين جمهورنا ممتاز خلينا هلا نبدأ بتعريف اكبر عدد ممكنة من هاد الجمهور للناس يعني على خدمتك اوه جي حط ببالك كل الطرق بالدنيه يلي انت بتستخدمها حتى تتعرف الناس عليك هنه بفينا نلخصهم بسط طرق ثلاث طرق تعتمد عالناس والثلاث طرق تعتمد عالمنصات خلينا نبلش نحكي فيهم بالتفصيل ثلاث طرق تعتمد عالمنصات يلي هي انشاء المحتوى عالمنصة معينة مثل اليوتيوب انشاء اعلانات ممولة مثل فيسبوك انشاء هون تواصل مع قوائم معلومات لعملاء انت عندك يعني تحط ايميلاتهم او ارقام تيفوناتهم بشي برنامج وهذا برنامج يبعث ايميالات لكل الناس هاي عن طريق المنصات هيك انت بتخلي الناس تعرف عليك طريقة ثانية يلي هي الناس الناس الموظفين يلي عندك الناس يلي هي شركاءك الناس يلي هي زباينك بيعرفوا الآخرين عليك حلينا نحكي هذا بتفصيل على كل واحدة من بيناتهم لنبدأ باول واحدة يلي برأيه هي اهم واحدة هي انشاء المحتوى كيف يتم الاستفادة منها شوف لازم انت لما تبلش وتقرر انك تعمل محتوى تعمل محتوى بشكل مستمر ويكون محتوى مفيد مستمر ومفيد هذو الشرطين ما بعض على السوء الشميدة بالمجال يلي انت فيه وفي كل مرة يتم تقديم المحتوى عليك بجمل او جملتين كحد اقصى انك تشرح عن الخدمة اللي عندك هتتعرف والناس عليها مثال انا عندي احد الخدمات يلي هي اسمها الديجوتال ماركينج ايجنسي سيستيم هيك اسمها انا هون بساعد الناس عن طريق اني اعملهم مشروع جاهز بهذا المجال خلال اربع سبيل اذا عندك اهتمام كيف سعر رابط تحت لتشوف اكتر فيديو توضيحي عن هاي الخدمة اختصار شديد شو انا عندي انا شو بعمل كيف ستحت لتشوف الرابط شايف هذا اللي عملته هو اللي بلك عليه كيف انت بتسوى بالمحتوى فعليك ان تعرف من هو العميل الذي تريد ان تقدم خدمتك له ومن ثم معرفة مشاكل هذا العميل وانشاء محتوى يقدم حلول لهذا هذه المشاكل بكل بساطة فيمكن ان يكون محتوى فيديو نص صورة صوت بالطريقة اللي انت بداك اياها انا اختار مثلا اليوتيوب بالبداية فينصف بمنصة واحدة للبداية واحترافها هو من ثم الانتقال ما تعمل عشرة سوا اختار بواحدة وشوي شوي توسع افضل المعلم عن المحتوى لكل المنصات هنك هنك التالي ابدأ بخطوات ثلاث خطوات اليوم حتى تعمل انت مشروعك الخاص 25 خطوة لازم تعملها انت حتى تنجح بعلاقتك مع الشريك اربع خطوات انت لازم تعملها لما بدك تشتري مثلا البدلة الصحيحة شايف كثير انت بتكون محدد بخطواتك حتى الناس تتبع الخطوة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى يجيبه النتيجة اللي انت بعتن فيها قوائم عشر اشياء انت لازم تعملها حتى تنحف خمس خلطات انا ببعدك اذا انت عملتها حتى تنحف عرف كيف تسع نصائح اذا انت حايف يكون عندك مثلا علاقة افضل مع الشريك طيب تجارب وقصص كيف حققت انا كيف انا خسرت عشرة كيلو من وزني هيك شغلات تتحكي عن قصص من عندك من عملائك او قصص من تجربتك الخاصة اوكي الشيء العميل قول ان او انا كمان اوكي حبيت هذا الموضوع اخر شيء تعليمي كيفية طريقة شرح محتوى تعليمي اوكي تختار انت الانسب بماذا يناسب مع مجالك بغض نظر اذا انت فايت بالاي كوميرس فايت بالتجارة الالكترونية عندك متجر عندك صالون حلاء عندك تدريبات كورسات دورات بغض نظر انت شو عندك تندرج ضمن هاي الاصناف من المحتوى طيب فوات اضافية لانشاء المحتوى اغلو الناس ما بتفهم الموضوع انه مهم لهي الدرجة وبتفكر لي الموضوع انه بجيب انا مشاهدات هو ليس فقط مجاهدات هي ثقة الجمهور بك انه هنه شافوك تعرفوا عليك انت عملت شيء اغلو الناس ما بيعملوا انه يطلل واحد من المحتوى فثقتك ثقتك انت ثقة الناس فيك اعلى حتكون فثقتك ادام الناس دامج جمهور تبعك انت الوطل انت الواو انت الناس يتجتمع عندك هذا الشي بداكيه عن طريق المحتوى الاتراضات لما حدا اجتناعناك يكون اقل اسعارك بتكون اعلى تفاعل مع الجمهور وتفهم مشاكلهم وبالتالي بتقدمهم حلول اكبر بتتعادهم اكتر وبالتالي يطقوا فيك اكتر وبتدور العجلة تمام؟ هذا الشي بي اسمه اليمنيزي ماذا في الكورس المجاني عن تقديم الخدمات لتفهم اكتر علي ماذا اصد بالفيرتشوز سايكل طيب الاعلانات الممولة هاي الطريقة الثانية شوف انا شخصيا اعشق هذا المجال اللي هو اعنات ممولة وشخصيا اصاري في عالم جوجل فقط اكثر من نصف مليون يورو تحتنا خمسمية وسبعة وارمين الف يورو بالوقتي اللي عملت في هاي الصورة حوالي ستمية الف دولار غير الفيسبوك غير التيك توك غير سناف شات غير الانستجرام اما الان خليني اشرح لك انا شو ان انواع المناصات الاعلالية اللي انت ممكن تستخدمها من طريقة الدفع انه كل المناصة الامنية بتقبل مصاري او بتاخد منك مصاري او بتحاسبك بفاتورة معينة بطريقة مختلفة عن الاخرى خليني نبلش بالأولى pay per click ppc الدفع على كل نقرة هاي الاشهر اللي هي بتلاقي عن اعلانات بحث جوجل لما انت تدور مثلا على شي معين بالمنطقة تبعيتك ابحث عن شراء سيارة مستملة تكبص مثلا على جوجل شراء سيارة مستملة تعمل enter بتطلع عندك هون اول نتيجة قدامه كلمة اعلان هاد اسمه pay per click اذا حدا كبس على هاد الالان بيدفع صاحب الاعلان مصاري اذا حدا شاف الاعلان بس ما كبس عليه ما بيدفع مصاري نفس الشي اذا انت عطامي منتجه على الامازون نفس الشي اسمه native ads native ads غالبا بيكون بقلب المقالات لذلك الناس اللي بتقولك انا بدي اعمل بلوغ او منتده او مكان للمقالات واربح من الاعلانات الادسينس او من الاعلانات الجوجل هن شو اصدون هن قصدون انو انا بدي اعمل مكان المعلنين يحطوا فيهم اعلاناتهم ولما حدا من المعلنين يعمل اعلان والزائر تبعي يكبس على هاد الاعلان انا باخد نسبة صغيرة والجوجل تاخد نسبة كبيرة تمام والمين بيتفع المصاري للجوجل ولي المعلن يعني هو اروي اياك ال digital marketing نعم بيعابلو digital marketing اوكي وغالبها بتشوفها مثلا بالمقالات اخبار مواقع كرة القدم اعلان 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 شو اسمها native ads فاشهدت للشغلات هنا native ads google search ads و ppc amazon ads طيب الطريقة التالية ان اتدفع هي اتدفع على كل وصول يعني كلمة الاعلان تبعك شافوا حدا بغض نظر كبث او ما كبث شافوا لمدة نص ثاني او ربع ثاني او عشرين ثاني ما بهم انت احدى تدفع على كل وصول اوكي بيكون طبعا ارخص من حيث عدد الوصول بالنسبة لك اهميته اقل من الكبثة الكبثة تعني انو عمين محتمل اكثر من شخص شاف بس اوكي طيب هالش مثل متا يعني انستجرام والفيسبوك التيك توك سنابشات كلنا بشتغل بنفس الطريقة والطريقة التالية نتدفع هي على كل مشاهدة او نقرة اوكي مثل يوتيوب ads لما تعب انت اعلانا ليوتيوب وكبثك كبثة تخطي الآن اذا تكبث تخطي الآن عبر ما يمر 30 ثاني ما بتدفع انت كمعلن لجوجل ولا اي شي اليوتيوب صاحبها جوجل فانت بتدفع لليوتيوب ولا اي شي في حال انت الزبون تمت كبثة كبثة لزر لاني انت بالدكاية يكبثة عليه تدفع مصاري حتي لو ما شفت 30 ثاني وفي حال شف هو اكثر من 30 ثاني وما كبثة على الزر وعمل التخطي بعدين حتى تدفع أنت لأنه شاف أكثر من 30 ثانية. فكل أحد يشوف الفيديو تبعك 30 ثانية أو أكثر تدفع أنت مصاري. طب إذا مدته أقل من 30 ثانية لحد ما يخلص الفيديو. لحد ما يشوف الفيديو كله. إذا مدته مثلا 20 ثانية لحد ما يخلص 20 ثانية. وركز معي بهذه الطريقة. بسبب الذكاء الاصطناعي صارت لمنصات الإعلانية كلها تعمل تحسين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبالتالي بتوصل أنت لجمهورك بشكل أسرع أرخص ومضمون. فكل ما عليك تعمل هو أن تحط البلد المستهلا فيه اللي أنت بدك إياه. الجنس والعمر ومجال الاهتمام. وبس والباقي على المنصة ما في داعي يتعذب حالك وتعمل كل شيء أنت مثل أيام زمان كانوا يعملوا كل شيء. شوف هاي من قلب منصة المتة كوجل سنابشات تيك توك نفس الشي كله. هون ليك في جوجل اختار العمر اللي بدك إياه اختار الجنس اللي بدك إياه بالسنابشات اختار البلد اللي بدك إياه. عندك هون على الميتة اختار الاهتمام والله بدي اهتمام الفتنس. كبتة زر. عب تيك توك تيك بس هون هاشتاج فتنس هاشتاج فوتبول هاشتاج باسكتبول. تعال بل بدك إياه. اختار الجنس وتبعك شو يهتم. طب كيف أنت تستفيد تستفيد منتين الأعلانات عن طريق أول شانك تركز على منصة واحدة فقط. أنا أنصحك بالبداية في حان ما عندك أبدا أي خبرة تبالش بالتيك توك لأنه هو الأحدث هو الأرخص من قبل مقارنة بشغلة موجودة حاليا. وكل الناس عليه كبير وصغير شاب وبنت كله عليه. ففي عندي رابط تحت هذا الفيديو بعلمك بالتفصيل بالتطبيق العملي كيف تعمل أنت تيك توك أدز. كيف تعمل إعلانات على تيك توك تطبيق العملية. حاول دائما بالبداية يكون عندك البودجت أو المصروف الإعلاني يتناسع مع الربح تبعك بالمنتج. فلنقول اليوم أنا أبيع هذا المنتج مربح بهاي النينة مثلا خمسة دولار. أنا ما في أن يروح حط مصروف إعلاني واحد دولار باليوم غير منطقي. فأنت مينموم بتحط المربح تبعك. أنا إذا بدي جيب بيع واحدة من هاي بدي حط مينموم خمسة دولار مصروف. طيب أنا بدي يجيب بيع من هاد الموبايل حقه ألف ومئتين دولار طيب غير منطقي أن يحط خمسة دولار وأتوقع أن يجيب مبيعات. ممكن بس غير منطقي أن تتوقع أن هذا الشي الطبيعي. بل أنا مربح مثلا من ألف ومئتين دولار ميتين وخمسين دولار. فأنا بحط ميتين وخمسين دولار كمصروف حتى تجيب البيع. طب يعني هاي كل يوم ولا كل شهر يعود لك. هل بدك مبيعات كل يوم ولا كل شهر. فهيك أنت بتحسبها بهاي الطريقة. أنا عبعطيك المينموم اللي أنت ممكن تعمله كبداية. شوف أنصحك بالتالي حتى تضمن نجاحك والإعلانات ممولة. عدم تعديل الإعلانات إلا بعد مرور سبع أيام. عطيها شوية وقت حتى المنصة تفهم الإعلان تبعك وتورجيه للجمهور المناسب. جربت اثنين إلى خمس إعلانات جديدة إضافية كل أسبوع. قياس الإعلان يتم عبر قياس التقدم وليس النتيجة النهائية. وتكون شوية صبور. يعني شعن قياس الإعلان عبر قياس التقدم وليس النتيجة النهائية. لأنه الهدف يجيب مبيعات. ودفعت ميتين وخمسين دولار ومجبت ولا أي مبيعات. معنى هو مربوحي أنا فقط ميتين وخمسين دولار. هل هذا يعني أنه المنتج تبعي سيء؟ أو الإعلان سيء ولا شو المشكلة؟ كم يخصك ميتين وخمسين كالتالي. كل خطوطة خطوطك. هل حدا كاس على الإعلان أولا؟ كتار؟ اي ولا كتار. فالإعلان تبعك جيد. هل حدا أجل على موقع؟ وعلى ما أجل؟ فالموقع تبعك منيح. هل حدا أعمل إضافة لسر الاشتراك؟ أهها المشكلة بالصفحة المنتج. من عدل السعر من عدل وصف. فهي مشكلة ليست بالإعلان دائما فأنت تقيس حسب التقدم سأعطيكم مثال عملي لاحقا اليوم بنهاية هذا الكورس طويلة الثالثة تواصل مع قوائم عملاء أنت تم تلكها أو عمد جمع كيف يتم ذلك؟ بتجمع القوائم مثلا إيميلات ومعلومات أرقام تيفونات مثلا بتحطها بسوفتويرات ببرنامج مثل برنامج اسمه هوبسبوت، سيلس فورس، أكتيف كامبين وغيره افتاح جوجل كتوب اسماء هدول بتشوفون تعلم عليهم ومن ثم إرسال إيميلات جماعية فيها العروض وبالتالي الناس بيعرفوا شو عندك كمونتج وعليك بشكل دائم هون أن تزيد هذه القائمة والبدأ بملئها الآن في حال عندك بزنس وما عندك قائمة عن طريق أنك تقدم شي قيم جدا للناس بشكل مجاني بمقابل إيميل أو رقم تليفون وهذا الشيء يسموه بالإنجليزي lead magnet شو اسمه الإنجليزي؟ lead magnet طيب فعملية lead magnet أنك تضع شي قيم جدا ببلاش مقابل إيميل حتى تأخذ إيميلات للناس هاي اسمه lead magnet طيب أمثلة عن شرات أنا عملته ضع إيميل لك لتحميل الكتاب مجاني ضع إيميل لك لتحميل ملف مجاني ضع إيميل لك لتأخذ خصم 50% على المنتج الفلاني أول 50 شخص بث بيأخذوا هذا الخصم انضم لك قائمة الانتظار لتكون أول من يعلم بإصدار كتاب جديد ضع إيميل لك لتسجل معنا في البث المباشر مجاني في مجال كذا كذا شايف هذه الأشياء أنا عملتها وجود فيها أكثر من 900 ألف إيميل أجدنا فيهم 900 ألف إيميل قريب المليون ففيك تعمل أنت نفس الشيء أين أجد الناس كي أعطينهم lead magnet في حل أن هلأ مبلش جديد إعلاناتك في تكون lead magnet منشورات اللي بتحط أنت عندك بالسوشال ميديا نشر المنشورات اللي بتحطها بالسوشال ميديا عغروبات الفيسبوك وغروبات السوشال ميديا الثانية التواصل بشكل مباشر عبر الرسائل وانا 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 إنستجرام دي ايم أو رسالة داخل ديك توك أو رسالة داخل مسنجر رسائل مباشرة مع الناس يعني أنت تشوفهم عملائك المحتملين كما يعني بالسوشال ميديا وغروبات طيب نقطة اللي بادة عن طريق الموظفين هي الطريقة الرابعة يتم ذلك عبر التالي الموظفي اللي عندك هو بيعمل لك محتوى هو بيعمل لك ألان هو بيتواصل مع الجمهور عن طريق الرسائل السوشال ميديا هو بيتواصل عبر الإيميلات مع عملاء محتملين هو هي اللي يدور على أرقام عملاء محتملين ويتواصل معهم يعني هو بيعمل لكي شي بدلا عنك لذلك انت عم تتفعله مصاري فهذا الشي اللي هو عم يعمله لما هو يبادر بيكون اسمها outbound lead outbound lead أنا بادرت والعكس صحيح لما الليد تيجين عندي أو الرقم من التالي فون والإيميل وشخص يحطن هو عندي في الموقف بدون ما أنا أطلب منه هذا الشيء اسمه inbound هو إيجي عندي مصطلح يستخدم لما أنا أطلع تالي فون بحدا غريب ما بيعرفني أبدا أنا لقيت معلومات على الإنترنت مثل أنه أنا فتحت على خرائط جوجل شفت معارض السيارات بالمنطقة الفلانية شفت هذا محل لتأجير السيارات بدي تواصل معهم أنا فين يساعده بدي جدا الماركتينج والخبيرات اللي عندي فصلت في هذا الاتصال بيسموه cold call هو ما بيعرف من أنا وأنا ما عرف من هو أنا بس شفتوا على الإنترنت حسيت أنه شخص ممكن ساعده أوكي؟ طيب أمضط لي بعدها شركاءك من هنا الشركاء؟ هنا الشركاء ناس بيأخذوا منك مقابل نسبة أو عمولة أو مقابل راتب أو مقابل دفع وحدة بيأخذوا منك هذا المصاري ويروجوا للشيء اللي عندك أوكي؟ فعندك الأنواك التالية شريك بالعمولة اسمه affiliate غالباً يكون عنده قوائم إيميلات أو بلوغ يعني المدونة فيها مقالات أو عنده متابعية كثير وكالة تسويقية مثل الشيء اللي أنت ممكن تدامله اللي أنا معلم ناس كيف يعملون اللي هو digital marketing agency أنت تفهم الـ digital marketing بيروحوا الناس اللي عندك يدفعوا لك مصاري بشان أنت تعملهم الشيء اللي عليك عليه أوكي؟ مشاهير المؤثرين أو ما يسمى influencers هدول الناس عندهم جمهور كبير واللي بتابعوهم بيتأثروا بكلامهم لما هنه ينصحوا الناس أنه يعنوا شيء معين أوكي؟ طيب نقطة الأخيرة هي الزبائن تابعك الزبائن تابعك هنه ينصحوا الناس تانين فيك وبالتالي الزبائن تابعك هنه يعرفوا الناس عليك فيقوم الزبون نفسه بتشجيع من حوله عشيراء منتجك أو خدمتك وحتى تكسب أنت أكبر عدد من هذا الشيء كل ما عليك هو أن تخبر الزبون بأن ينصح من حوله هو الحال ما ما بيعرف فأنت لازم تخبره مرحب يا فلان عندك رفقات عندك حدا من العيلة ممكن يحتاج المنتج تبعنا ممكن يحتاج الشيء نحن نقدمه إذا عندك خبره عطي زبون تابعك نسبة ربح أو خصم أو عطي زبون تابعك خصم وعطي الشخص يلي زبون تابعك جابه كما خصم يعني ثنين بيأخدوا خصم أو ثنين بيأخدوا ربح يعني الطرفين بيربحوا كل هذا أكيد بيصير بشرط أن يكون عندك أنت منتج منيح الناس يكون عندك تجربة رائعة فيه هذا الشرط طبعا فهيك أنت ستعرف شوية الطرق الستة وصلت وقتها عمدك كيف أنت تجيب أكبر على ممكن من الناس الغرباء يتعرفوا على البزن السابعة إما عن طريق المنصات أو عن طريق الناس إذا لاحظوا شغلة لما نشترنهم عن طريق المنصات بيكون جماعي الانتشار يعني أنا شخص واحد يعمل محتوى لآلاف الناس شخص واحد يعمل إعلان لآلاف الناس أنت شخص واحد يحط الإيمينات كلها بقلب البرنامج يبعتها لآلاف أو لآلاف أو لعشرات الآلاف من الناس بينما هون زبونك حيحكي مع واحد شركك ممكن يعمل مع آلاف الناس أو كذا يعني ممكن شركك يستغل هدول شايف الموظفين من تبعك ممكن يستغلوا هدول أو يتواصلوا بشكل فردي كل واحد لحاله يعني مثلا شايف فهون تواصل غالبا فردي هون تواصل جماعي لذلك إذا بدك أنت تستغل السوشال ميديا أنصحك تبلش به هدول أوكي؟ طيب هيك نحن خلصنا الجزء الأول من الكورس طبعنا يلي هو تعريف أكبر عدم ممكن من الناس على خدماتك خلينا نتلع على القسم الثاني اللي هو المهم جدا تحويل من يتعرف عليك إلى زبون طيب كيف نحن نعمل هاد الشيء؟ بالبدأ لازم نفهم نحن هاد مصطلح أول صفحة الشخص الغريب يتعرف عليك بيذهب إليها تسمى لاندينج بيج الصفحة الأولى يلي هو بتعرف فيك عليها اسمها لاندينج بيج حفاظ الاسم لاندينج بيج ويوجد أنواع مختلف من لاندينج بيج ممكن تكون لاندينج بيج على الموقع الخاص طبعك أو ممكن تكون على السوشال ميديا طبعك فخلاني نحكي نحن شو هي أنواع لاندينج بيج بالموقع الخاص طبعك هادون لاندينج بيج يلي أنا استخدمتون صفحة شراء مباشر أو سيلز أوردر بيج صفحة مقالات إعلانية أدفرتوري لاندينج بيج ركز معي أهم أهم فقرة بالكورس كلو هاد صفحة عريفية بفيديو قصير في اس ال لاندينج بيج أو فيديو سيلز لاتر بيج صفحة تسجيل بمحاضرة مجانية وابينار ريجيستريشن بيج احفاظ هادون المصطلحات تسجلوا كلهم على ورأة سكرينشوت للشاشة خلينا بنش في أول وحدة يهي سيلز بيج أوردر بيج بتجيب الشخص الغريب بتبعته على صفحة فيها اسم المنتج ووصف المنتج صورة عن المنتج عرض خاصة لمدة واحدة بدي سعر كانة سعر أصبح شراء الآن كبس هون راح على هاي الصفحة حط معلومات الدفع تبعيتك ادفع الآن أو اطلب الآن دفع عند الاستينام بتعمل تجارة الالكترونية بتعمل هاي الصفحة اغلب الناس بتبيع كورسات ودورات ترخيصة السعر بتعمل هاي الصفحة اغلب الناس بتبيع كتابات او بدي افات او وصفات وطبخات هاي الصفحة اوكي ليش هاي الصفحة مولا انه هي الاكثر فعالية بل انه هي الاسهل اها نحن هون كمسوقين بنفهم شغلة طبعا هي الاسهل هذا لا يعني انه هي الاحسن دائما ممكن تكون اسهل الى كل الازبون في حال وبيعرفك وواثق فيك وبدو يشتري انصح بها بس في حال شخص غريب كلية ما بيعرفك لا انصح بها فانا شخصيا انصح الشخص الغريب انه ما يجي مباشرة لهون اغلب الناس تعمل انه سهلة بتجيب الغريب لهون فما بيشتري نسبة كتير قليلك منهم بيشتروا فهو بيخسر من العرنان تبعيته او ما بياخد كتير مصاري بالمقابل لشي العب يعمل انصحك تعمل التالي تعمل النوع الثاني اللي هو مو سيلس اوردر بيش بل تعمل ادفرتوري شو هي خلينا نشوف هي نفس الاولى بزودت عليها انت خطوة قبلة فاخدت الشخص الغريب عرفته عن حالك داخل الادفرتوريال بيش قناعتنا بالعرض طبعك رح على السيلس بيش اشتري الاردر بيش خلينا نحكي شو هي الادفرتوريال بيش باقتصار شديد هي عبارة عن صفحة بتحكي فيها انت قصة فيها حل لمشكلة معينة الجمهور تبعك عندها تجربة واقعية او قصة عملية صارت على ارض الواقع فاهم شو نحن نعمل اغلب المجالات بتكون الصحة الرياضة تنحيف هذول الشغلات العاقب الجسم مصاري كيف تربح المال كيف توفر المصاري بالمشروع تبعك كيف تطور مشروعك اي شيء الواقع بالمصاري او توفير واخر شيء يلي هي العلاقات علاقتك مع الشريك علاقتك مع الاهل علاقتك بالعمل شو بتلاقي كيف انا اليوم اقدرت بهاي الوصفة السحرية اللي ما احد بيعرف شو هي هو الاختراع الياباني الفضيع يلي انا جردت انه واحدة برفقاتي انحف اكتر من 10 كيلو خلال اسبوعين بدون مغيير الحمية تبعيتي رائع جدا انصحكم فيه بعدين شو عايف هون كون اعبريحكوا قصة كيف انا تعرفت على هذا المنتج ولما انا كد بدي جاربو كد انا كتير شاكة بهذا المنتج وما كد تم ستاولا اخذت الخطوة انه كانوا عاملين عرض خرافي لا ينتهي وهي صورة العرض شو عايفين كلها بكتابة هون كتابة صور كتابة صور بعض احنا في فيديو هات بتوضح كل القصة فبيجي واحد عبير القصة يقول حبيت وانا بدي جارب هاد المنتج وانا بدي جارب هاد الخدمة وانا بدي اشتري هاد الكورس وانا بدي كتابة شايفين بالادفيرتوريال بيج شلون تشتري هون تحشب يكون مكتوب واللي حسن حفكم وانا عب بكتب لكم هاد المقال لقيت انه لحد الان عاملين نفس العرض بل عرض احسن من اللي ان اخدته الان اذا تشتري اثنين ستصعد ثالثة مجانة ومشحن مجاني فهيك انت تقبعت الشي معين او اذا مثلا نقول صالون حلاقة لان هاي الصالون عاملين هلا بيضبطولك بيعملت ميكوب وشعرك واضافيرك مليكور بديكور وكل عياته هاد هيك بربع السر شايفين كيف بالادفيرتوريال كله صار أوردر بيج وسيس بيج اوكي باختصار شديد انصح الكل يعطي لحال الوقت والجهد الكافي انه يتعلم كيف يعمل ادفيرتوريال بيج مالها سهلة ولكن بتجيب لك مئات الالوف ملايين الدولارات في حال انت عملتها طيب هلا نوع التالب من الانواع الانيك بيج هو النوع اللي انا بيستخدمه كتير يلي هو نفسه هاد نفسه تمام نفس الادفيرتوريال بيج ولكن بدا ما تكون نصه كتابه شو بتصير فيديو اوكي ومن ثم سيلس بيج او اردر بيج انا جمعتهم بصورة واحدة لكن هنا هاي الصورة اصدفية سيلس بيج او اردر بيج اوكي طيب جيب الشخص الغريب تعطي على PSL عبارة عن عنوام الفيد فيديو بيشرح قصة وليش هاد الشي منيح وليش الناس نحنا ننصح بهذا الشي وليش انت لازم او لش انت لازم تعمل واحد اين ثلاثة استغل فصة في عرض الان بك بسنا هون order page sales page او ممكن يكون حجز مكالمة لان نوضح لك اكتر اذا كان شي معقد اكتر او بده تعريف اكتر او ما بصير حدا يشترك مباشرة بدون انت ما تقيم موضوعه بالبداية اذا كان حينجح بالموضوع هاد او لا واخر او صفحة شي اسمه webinar funnel يلي هو تاخد شخص غريب تاخد على صفحة تسجيل يكون هون فيديو تعريفي عن المحاضرة تكون تعامل محاضرة او فيديو طويل ساعتين تحكي هون شو حيحصل الشخص داخر هذه المحاضرة فيديو دقيتين ثلاثة سجل الان او حينا بدون فيديو تعريف سجل الان سجل الان فاتع تدريب تدريب ساعتين ثلاث ساعات ساعتين ونص ساعة ونص ساعة بتحكي بالتفصيل عن مثل يعني هي قصة بس بدون تكون قصة واحدة تكون قصة اثنين ثلاثة واربه اصاص بين ثلاثة واربه اصاص بفيديو واحد مع خطوات مع قوائم كل الانواع المحتوى اللي اشرحت لكم اياها ببداية تكون مدموجة بفيديو واحد هدفه تاخد شخص غريب تفهمه وتوعيه عالمشكلة اللي عنده اياها اذا ما كان بيعرف وتوعيه ما هي الحلول وتورجي كيف يعمل هو هاد الحل واذا هو دائما هاد الحل يعمل اللي حاله او انت تعمله عن طريق الخدمة اللي عندك يشتري مصاري يتعلك مصاري ويشتن عندك او يعمل اللي حاله عرفت شو هدفه هاي اصعب نوع الانواع الفونلز يعني هي بتطلب ان الواحد يعمل بمحاضرة ساعتين وهي الحالة هي بده تدري يعني هي الحالة كيف تعمل هي بده كورس انا انا من هاي طريقة من الوابينار فونل قدر تجيب عدة مئات الوف اوكي طيب هكنا خلصنا لاننيك بيج يلي الشخص ممكن يلاقي عندك بالموقع خلينا نحكي الآن على النوع الثاني لاننيك بيج اللي هو السوشيال ميديا تابعك يلي اغلى الناس بيجهلوه بيجهلو اهميته هي انك تاخد شخص غريب عن طريق الاعلان تجيبه على السوشيال ميديا تابعك لانت متفاعل عليها ومن السوشيال ميديا تتواصم عبر رسالة خاصة او تاخد ايميالاته او تاخد رقمه او تبعته على لاننيك بيج بالموقع تبعك ان كان في اس ال ادفيرتوريال سيلز اوردر بيج او كانت وبينار ما بهم انا عملت هاي مرة واحدة مع انفلوينزا مشهورة بطان عربي من الاردن اسمها رواء وجبنا خمسة او ستة مليون مشاهدة من الديل تبعيتنا معها وكان عشرات الالاف من المتابعين ومن هون كتير الناس صاروا زبايا دفعونا مصاري فانا بلشت بشي سهل للناس انه اخي يالله بعمله سهل الفولو اما الشراء اصعب الثقة فيك اصعب بينما المتابعة لالك اسهل ما بتاخد من الشراء من هات وشوف من هات وشوف من هات او حبيته 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 ارين شو عنده وثق فيك بالبداية شايفين فانا انصح الكلب بالبداية انت ما عندك ابدا اي خبرة مسبقة تبلش بهي الطريقة بس بشوتك تعمل سوشال ميديا واذا انت ما بدك تعمل سوشال ميديا انصحك تعمل هاي النوع من الفونل يلي هي الفي اس ال واذا انت ما بدك تقلع بفيديو انصحك تعمل الادفيرتوريال واذا انت كتير تنبل عن جد مش عبارك تعمل اي شي اعمل هاي طيب هاي قصنا نعف نحشو انواع اللانيك بيجز المختلفة الان من اجل تحويل شخص غريب هلا تعرف علي لا يكفي ان يكون لدي فونل حلوة بل لازم انا خليه يوثق فيني فبدي انا عوامل ثقة لانه اغلب الناس بتشك وليش الناس بتشك لانه نصبه الاحتياج سهل بوجود الانلاين اي واحد عمره 16 سنة قاعدة ببيت امه ابوه ممكن ينصب على العالم ويارجي الناس ان هو عمره 50 سنة او هو 40 سنة هو جديد بالثقة بس هو ولد عبيتضحك على العالم او ممكن مجموعة من الناس يجتمعوا وينصبوا عن طريق انه يقنعوا الناس بخدماتهم انو علي انترنت انت ما فيك تعرف هذا الشيء صح او غلط الا ما بتعمل بحثك الخاص واللما الناس لا بتعمل بحثه الخاص ويلا يarem بحثه الخاص بينجحه ويلا يبجب بحثه الخاص بظلو متردد وما بيشتري فانت الخسران من الناس اللي مابتعمل بحثه الخاص لذلك انت ما تخلي الناس تعمل بحثه الخاص انت لحالك وفر عليه هن هذا الشيء وأرجي يقنعوا انت جديد بالثقة 1- حسابات سوشال ميديا فعالة 2- تجارع ملائكة إيجابية تتشارة دائما 3- طريقة كلامك وتابتك تكون مقنعة وتخاطب المشاعر والمنطق بنفس الوقت 4- عرض مغري مميز عن السوق 5- ضمان وعدم وجود مخاطرة على الزبون دعنا نبدأ بأول واحدة السوشال ميديا محتوى يكون موجه دائما لجمهورك المستدف وليس عام لا تطلع على المشاهدات، المشاهدات ليس بالضرورة مصاري أنا اليوم فيني اشلح الكمزة وعمل رقص عاريا وجي كتير مشاهدات ملايين مشاهدات ان هذا البزنس شرح أو عيو سيرقص ولكن هل هذا الشي بيجي بثيقة الناس فيني؟ جاء مشاهدات على عين وراسة بس شو أعمل فيني ذا مشاهدات أنا؟ مصاري ما فيهم، ليش؟ إنه ما فيه ثقة أصلا، فلذلك جمهورك بده محتوى مناسب لأله المحتوى الاحتلافي يعني فيه علم وقيمة أو علم أو قيمة القيمة ما يعني قيمة؟ القيمة نحن نعرفها كحل مشاكل فكلما حلت مشاكل أكثر، كلما قدمت قيمة أكبر كلما حلت مشاكل العالم أكثر، كلما نجبت أنت قيمة أكبر كلما حلت مشاكل بطريقة أسرع وأسهل كما كانت القيمة أكبر طيب، ليس بالضرورة كاميرا غالية وعدة تصوير بالبداية مع أنه مهم هي لاحقا، ابدأ بالموبايلك بجودة HD أو 1080 ومن ثم 4K لاحقا المايك الاحترافي وهو جدا لأضمان صوت مليح، أبدأ بشير خيز، أنا أبدأ بالبلو يتي كان حق 130 إذا حتى ما معك 130، أبدأ بالتعامل الشيء من 30 دولار هذا المايك الصغير، ما فيهم مشكلة بس هذا الشيء منيح، أنا نصحك به، في حال معك مصايي ستسمرون هون، بعدين خود رودي وايرلس مثل هذا، إذا أنت تطلع وشك على المحتوى، بعدين خود الشورست حق 500 ملك هاي اللي عندي ولا بتشوفني، لما أعمل بودكاستات بطلع فيها، محتوى مستمر، يعني الغياب المدة طويلة يشعر الناس بالإهمال بيعطي شعورنا ها صالوا سنتين ثلاثة منبين، وينو؟ حتى لو أنت شغال بالبزنس، بس ما تطلع صالك سنتين ثلاثة بتعطينا إنو من أنت؟ فيفضل، يا أما تعمل محتوى وتستمر، يا أما ما تعمل، يعني معطي شعور الهمال، أوكي؟ وبلش مرة باليوم، ومن ثم مرتين، مرة بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، ثلاثة مرتين بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، إلى حد أن يكون يومياً إذا فيك تعرض وجهك يفضل، هذا شيء بساعد على زيادة الثقة، وآخر شيء المحتوى الطويل، مهم جداً في حال عندك خدمة، أو عندك دورة، أو عندك كورس، يعني شيء سيرفس، وليس منتج ملموس، أوكي؟ طيب، خلصتنا من الأول وحدة، اللي هي السوشال ميديو، الثاني وحدة، التجارب وعملائك الإيجابية معك، مهم جداً أنك أنت تأخذ أد ما فيك تقييمات إيجابية على جوجل، أو على ترست بايلت، تأخذ تقييمات إيجابية بشكل فيديو مسجلة من العميل، تستيمونيال، مقابلات مع العملاء، كلين انترفيو، عن طريق الزوم، أو جوجل ميد، أو مباشرة، طيب كيف تجيبها هاي؟ عن طريق أول شيء يكون لك منتج جيد، تطلبها من الناس مقابل هدية، اجعل العملية سهلة جداً، أعطيها الرابط، وقل لهم تحديداً، تحديداً، ماذا تريد، قول هيك، عمل هيك، سوي هيك، خليها تكون سهلة عليه، ما تصعب عليه، طيب، اللي بعد، طريقة الكلام تبعك تكون مقنعة وتخاطب المشاعر والمنطق، شوف، هذا الشيء يسموه بالإنجليزي copywriting، للي هي أنك تكتب أنت بطريقة بتخاطب المشاعر والمنطق ومقنعة، وتحط أنت هاي الكتابة باللانديك بيش تبعك، وكتابات المنشور تبعك، والسوشال ميدي تبعك، وكل شيء عندك في كتابة بتكتب بهذه الطريقة، وضمن أعناتك، وضمن نصوص التواصل أنت مع عملائك، أو يسمى بالساس سكريبت، أوكي؟ كيف أنا بدي أعمل copywriting، إذا أنا هلأ أبدأ، ونبدأ أصلاً copywriting، في كورسات عن هذا الموضوع، ولكن، أعطيك أنا باختصار شديد، شو لازم تعمل؟ بدون كورس، أول شيء، ذكر فوائد المنتج العميل، وليس ميزات المنتج، ما أحد بهمه ميزات منتجك، بهمه نشوف فائدت هذا المنتج لألي أنا، ذكر أحصائيات مدروسة، 30% من كذا كذا ك 7180 حالة كذا 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 كذا، متوسط 1.632 سنة يساوي كذا كذا كذا، أعطيهم شعور أنك أنت دارس، يعني هو أنت إدرس، يعني أنت ما فيك تحكي هذا الكلام إذا أنت معملت بحثك الخاص، فإدرس، أعطيهم نتائج مدروسة، بيثقوا فيك أكتر، وبيقتنعوا بكلامك، ذكر قصص لحالات النجاح باستخدام المنتج تبعك لشخص كان وضعه مثل وضعه لزبون لحالة تبعك، والمسادف، وحقق نتائج مثل ما زبونك للمستهدف بده يحقق، وتخلص من المعاناة، يعني زبونك للمستهدف بيعاني منها، هيك لازم تحكي بهذه الطريقة، الكتابة طريقة غير مملش يعني، يعني ليس 20 سطر مثل القصة وفوق بعض جمعة تجميع، لا، بل يكون فيه نقاط، فواصل، أقواس، يعني يكون فيه كلمات حتى ما بفهمها للجمهور تبعك، يعني يقول كلمة مثلا، أنا اليوم لما بدي أحكي مع الناس بلوثان ديجيتال ماركتينج، أنا بعرف جمهوري بيفهم شأن ديجيتال ماركتينج، أو بيعبي تعلم شأن ديجيتال ماركتينج، إذا بروح بحكي مع رعبيني مثلا، الكبارب والعنوار بقوله ديجيتال ماركتينج، بحالي شو حبيبي، الله يرضى عليك، ما أفهم عليك، شعب تحكي أنت، عرفت كيف، فعطي كلمات ما أحد بيفهمها إلا اللي جوا، اللي برات الدائرة ما يفهموها، هذا بالذكية، طيب، استخدم خط الرفيع والعريض، شوف رفيع عريض، رفيع عريض، رفيع عريض، استخدم اللون الأسود والرمادي، استخدم الصور التوضيحية والرسول التوضيحية إذا ا بس، طيب، نظر لي بعدها، عرض مغري ومميز عن السوق، حط ببالك لم تنجح في الديجيتال ماركتينج، قد ما كنت شاطر، قد ما كنت بطل، في حال كنت مثلك مثل الآخرين، تحتاج أن تكون مميزا، مميز، مختلف عن الآخرين بالعرض تبعك، حتى تنجح وهذا الشيء يطلب لك أن يكون إنسان مبدع، حتى لو كان العرض الأولي ليس فيه مربح، فكر في الربح على المدى الطويل وليس على المدى القصير، تمام؟ حتى تفهمك أكثر، في شيء اسمه The Value Ladder، سلم القيمة، أول شيء نحن نقدم طعم، شو نقدم طعم، يعني هو حتى نكس في زبون، بهذا الطعم، أنت غالي ما تكون يا أما خسران، أو راس برأس، أو ربحان شوية صغيرة، تمام؟ تختار أقل المدىج بكلفك تكلفة، وأكثر المدىج مطلوب، تعطيه ببلاش للناس، أو بشبع مجالي، أو بعرض خرافي، تكسح كل السوق، فهلأ الناس اللي بتفكر بدون Digital Marketing Knowledge، بدون معرفة بهذا المجال، بتفكر أن لا، بتيخسر أنا، لماذا تعمل هكذا؟ ولكن الأذكية اللي بيفهمه Digital Marketing اللي أنت واحد منه اللي لازم تكون، بيفكر كالتالي أنه، إذا تطهي الشغلة بعرض خرافي، حاكسها والزبون، ومن ثم بيع وشارات ثانية، هو بديو إياها، بحيث أن حل المشكلة الأولى، وعن طريح حلك المشكلة الأولى، سوف ينتج بشكل حتمي مشكلة ثانية، فأنت بتطور مهاراتك لتحل المشكلة الثانية، أو منتجاتك، بتجيب منتجات جديدة لتحل المشكلة الثانية، اللي حتواجه جمهورك لما يحلوا بشكل الأولى، أوكي؟ مثال، لما أنت اليوم دكتور أسنان، تعمل عرض، تنظيف جلسة تنظيف أسنان مجانية، أوكي؟ بيجو الناس، أوه بلاش، معا ما شوي دكتور هذا الأجدب، عبوزع وقته ببلاش، هو مو أجدب، هو ذكي جدا، جاب الناس لعنده، عمل له جلسة تنظيف أسنان، اكتشفوا هو بنظف الأسنان أنه أنت عندك هذا الدرس مسوس، وهذا ده عملية، وهذا بده زراعة، وهذا يجب لازم تبيض، وبالتالي، نسبة كبيرة من الناس اللي بلشت ببلاش، أخذت من عمد هذا الدكتور خدمة تانية، هذا الدكتور لو ما قد من الخدمة الأولى ببلاش، ما كان حصل على الخدمة التانية بمصالي، وأكيد في نسبة للناس، هتأخذ ببلاش وتروح، ولكن هتطلع أنت عندك شيئك وشيئك وتربح من الناس اللي حيتفعهم، أوكي؟ طيب، فنحنا هدفنا هون ما يسمى الـ customer lifetime value يكون عالي، يعني هو قيمة الزبور مدح حياته معنا تكون عالية، بحيث أول مرة يتفعلك شوية، مرة شوية، مرة شوية، مرة شوية، رابع مرة شوية، كما يجي لعنك يتفعلك شوية شوية شوية، إذا تحسبوا كلهم، بيطلعوا كثير، فنحنا حتى ودفعنا شويتين لنجيب زبون يتفعنا شوية، ما في مشكلة، لن نعرف أنها زبون، أول مرة سيتفعها التانية والتاتية والرابعة، على مدى طويل، نحن ربحانين، هذا اللي بدنا بهذا التفكير لازم نحن نشتغل، مثال كيف تحسبها أنت؟ تحسبها للـ lifetime value بهذه الطريقة، عدد مرات الشيرة أو الزيارة، منت في الوسط قيمة تدفع على كل شيرة أو كل زيارة، يساوي قيمة الكلية، فإذا أنت عندك صالون حلاقة مثلا، أو أنت عندك صالون حلاقة، وعندك مثلا، سعر الحلاقة عندك 50$، الزبون عددًا بيزوز الصالون، يتمرر كل شهر، وبيضون عندك ثلاثة سنين أبما ينتقل أو يغير بيته، فإذا مرة بالشهر يعني هو بالسنة 12 مرة، ثلاثة سنين يعني 12 ضربة ثلاثة، وهي 50$ يعني 50 ضربة 12 ضربة ثلاثة يساوي 1800$، فصالون الحلاقة هاد بيأخد مصاري من كل لزبون 1800$ خلال ثلاثة سنوات، فنحن لدينا نفهم أن هذا الرقم كلما كان أعلى كان مربحك أكبر، فنحن لا نأخد 50$ من اللزبون، نحن نأخد 1800$ من اللزبون عم يدفعنا تقسيط 50$ عمددًا 3 سنين كل شهر مرة، بهذه الطريقة لازم نشتغل، فحتى لو أنا دفعت أول مرة 200$ أو 250$ حتى أجيب هذا اللزبون لعندي، أنا ما خسرت، أنا خلال ثلاثة سنين أنا حطالي 1800$، أنا ربحان، ولكن ليس عن مدى الأصير، أنا ربحان عن مدى الطويل، فإذا رأيك في قاعدة بالإعلانة تقول لك الشخص الذي يربح بالسوق هو شخص مميز، يعني يستعد أن يدفع مصاري أكثر من كل الناس حتى يجيب الجمهور المستفى تابعه نأخد مثال ثاني، متجر يبيع إلكترونيات، متوسط الطلب عنده 50$، يشتري الزبون على مثل منتج واحد، وعندك 30% من الناس اللي بتشتري هذا المنتج، بتشتري ثت منتجات مكملة، مجموعة منتجات مكملة بقيمة 200$، فعملياً الـ lifetime value لهذا اللي بتشتري الزبون عنده هو 50$ من القطة الـ 1 زائد 30% ضرب 200$، يساوي 50% زائد 60$ يساوي 110$، هذا متجر إلكتروني طبعاً، تحسب تكاليفه، أرباحه، الشحن إلى آخره، ممكن يطلع من الـ 110 يطلع 60-50$، فعنده هو الـ average customer lifetime value 50$. فعند السؤال هون، حتى أنا زود البسنس تبعيتي، لازم ارفع الـ lifetime value، كيف بدي ارفع الـ lifetime value، هعطيك التريكسي اللي أنا شخصياً بستخدمه. إما ممكن دعاً انت اشتراكات شهرية بداخلها عندك بالبسنس، كما بيعمل الـ Amazon بيقول لك، عطيني 10$ بالشهر، بالمقابل سيكون لديك شيء اسمه اشتراك prime، هذا اشتراك prime بيحقلك تشحن منتجاتك اللي تطلبه من الـ Amazon ببلاش اللي عندك على البيت. هذا الشيء بيخلص تشتري أكثر من الـ Amazon وبالتالي الـ customer lifetime value برتفع بسي يشترون عنده أكثر ولمده أطول. تمام؟ طيب، بايع منتجات مكملة مع تقديم عروض للـ 70$ القدامة، أن تدخل منتجات مكررة الشراء ضمن منتجاتك بحيث الزبون نفسه يشتري عندك مهاراً وتكراراً. كن مبدع، وحاول شوف في المنتج تبعك، الزبون تبعك وشتري منتجات مكررة من عند غيرك، وتضيفها عندك. أن يكون سعرك مرتفع وتبزيته أرباحك، أن تضيف إلى قائمة منتجاتك خدمات مكملة. هي خدمات بتكون ملعم الموسة، بتأخذ مصاري مشان حماية، مشان ضمان، مشان تعويض، مشان أي شيء ممكن يصير أو ما يصير. فأنت غالب الناس ما بيصير مع هذا الشيء هي دفعت لك حقه، مثل خدمة حماية، خدمة ضمان، خدمة صيانة، خدمة متابعة، مقابل اشتراك سنوي. طيب، نأخذ أخر واحد هلأ، الضمان وعدم وجود مخاطرة. حط ببالك بالبزنس من يتحمل مخاطرة لديه القوة، فإذا أنت كصاحب بزنس تحملت المخاطرة، أنت لك القوة واللزبون بدأ يجيل عندك. والعكس الصحيح، إذا اللزبون هو اللي تحمل مخاطرة أنت ما عندك ضمانات، هو عنده قوة يقرر يشتري عندك أو عند غيرك. في ذلك، لازم تحاول أدما فيك تضيف ضمانات حتى أنت تكون قوة عندك. بعض الناس تستغل الضمان على الأكيد، ولكن ممكن للناس. ونسبة الناس اللي هيشتري عندك بسبب الضمان أعلى بكثير من نسبة الناس اللي هيستغلوا الضمان تبعك، فأنت ربحان. لا يمكن للجميع تقديم ضمانات حسب المنتج، أو ممكن تخدم أنت ضمانات بشروط، ليس بالضرورة أن يكون ضمان استعادة المصاري، ممكن تمديد، تبديد، تعويض، أو ما شابه. طيب، بهذه الطرق أنت بتكون أقناحة اللزبون تبعك، فالهدف نتيجة الماركينج أنه تعرف أكبر ممكن للناس على خدمتك، خلصنا منه، أن شخصي يتعرف عليك، يقتنع ويشتري عندك، خلص منه، طيب، شونك تستب؟ قياس نتائج نجاحك في ديجيتر ماركتينج. لا يمكن قياس النتائج إلا بطريقة واحدة وهي قياس التقدم الذي حقوقها من العمل تبعك في كل مرحلة. يعني، هعطيك مثال من البيزنس تبعية، اللي هو تقديم الخدمات، اللي هي خدمة أنه أنا أعمل لك وكالة إعلان الإجازة، أني أعمل لك مشروعك الخادمي، أنا أطلع على CTR، لما أنا أعمل إعلان، كم حدا كبس على الإعلان تبعي، كم حدا شاف الصفحة تبعي، كم حدا كبس على الزر الموجود عندي بالصفحة، بالفانل تبعي، بالVSL تبعي، تمام؟ عدد الحجوزات اللي كان عندي، عدد الناس اللي حاجزوا موعد وحضروا هذا الموعد، ونسبة البيع، فأنا مثلا، والله عملت إعلان بس ما شفت مبيعات، هل مشكل إعلان؟ ممكن، بشوف إذا جاب كبسات ولا لا، والله يجاب، طيب في مشاهدات على الصفحة، لماذا؟ المشكلة هون، بين هون و هون المشكلة، فبشوف أنا بطلع، غالب المشكلة أن الموقع بطيء، في صور كثير، أو الموقع منزوه، أو الرابط غلط، خربت بالرابط، شايف كيف؟ طيب، عم بيجي كبسات ايه؟ عم بيجي ناس يشوفوا الصفحة ايه؟ هل عم بيجي حدا يكبس على الزر؟ لا، طب ليش؟ بدور، 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 وقت بيتفاجأ أنه الزر ممبين، أو الزر لونه مدموج مع الأرضية الموقع، لونه أسود ومحطوط تحت بآخر الموقع، فالناس معرفان أنه هذا زر، فأسباب مختلفة، فشايف؟ أنت بتعدل لون الزر، وبتغير محله، فرقت معك اللعبة، عم بيحجزوا الناس، ولا ما بيحجزوا، طب ليش؟ دورت، 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 اكتشفت أنه مواعيدة يحجز بالأوقات، محطوطها ليلا بالبلد اللي أنت عم بتستهدفه، وانت نفكر أنه هذا الوقت الصح، بس أنت لازم تغير أوقات، شايف؟ فليست دائما مشكلة أنه والله أنا عملت أنا مجبت نتيجة، فالإعلان سيء، احتمال كبير ما يكون الإعلان سيء، يكون أي مرحلة بالمراحل اللي هي بين المبيعة وبين الإعلان هي المنزوعة، هي السيئة، أوكي؟ فهلين هون أبعطيك إلى مثال بعمل إعلان VSL، صفحة مواعيد، حجز مواعيد، حضور، بيع، نفسها عندي، فهون ممكن يكون في غلط، هون غلط، هون غلط، هون غلط، هون غلط، هون غل انظرną framначه، هون غلط فيهم المحلات، وедин Ali enhance perceber وانجد اعلاناتك Yphone assist in dialogue 1.5.6 تحسين، تخلص ق favour to method by one 2.6، بعض الثقاف الخاص بها وضع إعلاناتك ه Cler weather in training انا شخصيا بستطيع الادوات التالية جوجل انتكس ببلاش في كورسات من الجوجل ببلاش بيقول لك كيف تستخدم جوجل انتكس و بس سي معك مصاري استخدم شيء اسمه هيروز نتاجه ادق ببعض المجالات كلفك 300 درش تهريا في حالة تعمل التجارة الالكترونية او كورسات و خدماتك اونلاين انصح الجميع بالبداية هون طيب الخطوة الاخيرة الاحترافية حتى انت تسيطر على المجال هي انك تعمل ما يسمى الامني تشانل ماركتنج شان الامني تشانل ماركتنج انك تطلع انت بالاعلانات في كل مكان شركتك تكون ماجهة موجودة في كل مكان بالتكتوك بالسوشال ميديا كاملا يعني تكتوك انستجرام يوتيوب فيسبوك سنابشات يفتح واحدة المحتوى يلقيك على المحتوى يفتح ايميله يقرف انه خلص ان شاء الله تتركني يا زلمة هيك انت تعمل امني تشانل ماركتنج وهيك انت تربح بالسوء اوكي طب كيف بدي اعمل انا امني تشانل ماركتنج ذكر خبرتك انا ابدأ بمنصة واحدة فقط فنحنا بهاي المنصة بنعمل اعلانات عليها اللي بلشنا فيها من نوع اعادة استهداف من داخل المنصة في خيار اسمه اعادة استهداف شوف الكورس التطبيق العملي اللي عملت لك يا عاني تيك توك ولا تعرف اكثر كيف الواحد يعمل اعادة استهداف وهيك انت تعمل اعادة استهداف كل من شاهد اعلاني ولم يكبس كل من شاهد اعلاني ولم يشتري شايف كيف؟ انت تحدد من هو الناس او من هو الجمهوري يريدو شوف اعلان غير تاركتيك فاذا مقتنع بالاول اعلان او الثاني او الثالث او الرابع ممكن الاعلان رقم 15 يقنع رقم 13 يقنع شايف كيف؟ فانت بتربح بهاي الطريقة فكيف انا بدي يخلي التك توك او الفيسبوك او جوجل يعرف اذا هذا الزلم اللي كبس على الاعلان اشترى او تواصل معي او 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 في شي اسمه واصل او الرابط يلي بيخلي المنصة تبع السوشل ميديا تعرف اللزبون تبعها يلي كبس على الاعلان يلي هي اعملت لك اياه وراح لعنك على الموقع وكيف تربطه بيكسل مع الموقع تبعك؟ كل موقع برطب طريق الشكل وكل منصة اعلانية او كل منصة سوشل ميديا تعطيك البيكسل بطريقة الشكل في ذلك في دائما شروحات في دائما ملفات في دائما فيديوهات على اليوتيوب بتعلمك كيف تعمل هذا الشي شوف الفيديو اللي عندي التطبيق العملي وانا برجيكي في كبسة زر وصلت مع بعض بعض المنصات تربط الموقع بشكل اوتوماتيكي بكبسة زر مثل منصة الاستخدامتها بالمثال اوكي؟ وهذا ما يسمى بالديجيتال ماركتينج انت هيك خلصت الكورس ستفهم مان ما لا يفقه 99% من الناس اللي بقولوا عن حانا مسوقين الكترونيين وهيك بيكون خلص الفيديو اتمنى النجاح للجميع اذا عاجبك الفيديو حط لي كومنت ارجيني شو اللي عاجبك اكتر شي حتى اعملك محتوى يتباسم عشي اللي عاجبك اذا في انا ماج في شي انا ما شاوبت علي او سؤال ببالك ما تم الاجابة علي بالمحاضرة هاي كمان حط لي كومنت لما سمحت لأعملك فيديو لاحقا وانجابك على هذا اللي ببالك ثاني شو اللي اذا انت بدك مصادر مجانية اخرى عن موضوعين موضوع الاول فيسبوك ادز فهو ما وجدت عندي على القناة وموضوع تيك توك ادز كمان ما وجدت عندي على القناة وانت بدك مصادر عن مجانية عن كيف تبدلش مشروعك الخاص فيه طريقة يلي بتخليك تجيب مليون دولار مثل ما انا عملت المليون دولار يلي انك تعمل مشروعك الخاص وانشاء علامتك التجارية الخاصة تحديدا بمونتجات تسيطة مثل هات وتعمل انت كل شي تعملتو اليوم بالدجيتر مراكتنج لتروج للمونتجات الخاصة فيك فهذا حد تعرف هو المشروعك كيف توصل مليون دولار انا عندي محاضرة مجانية الرابط كمان ما وجود تحت هذا فيديو بالدسكريبشن شوفها وانا اتمنى توفيه ونجاح لجميع السلام عليكم